موسيقى موسيقى باع المباراة بسبب والده دريل خطير يورط حكم الهل والوداد في ذهاب نهاء دور أبطال أفريقيا اجراء شرس من الوداد المغربي ضد الاهل وعد القعي وحذروا بشدة السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جول 14 برو ماكس وساحب عالمية ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة باع المباراة بسبب والده دليل خطير يورط حكم الهل والوداد في ذهاب نهاء دور أبطال أفريقيا كشف التقارير صحفية في الساعات الماضية عن مفاجأة كبرى بخصوص الحكم الليبي معتز الشلماني الذي تولى إدارة مباراة الفريق الكرة والأول بالناد الأهل أمام ناظره الوداد البيضاوي المغربية في ذهاب نهاء دور أبطال أفريقيا وتمكن الناد الأهل بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام ناظره نادي الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في إطار منافسة ذهاب نهاء دور أبطال أفريقيا حيث تقدم الجنوب أفريقي بريستاو بالهدف الأول لصالح المرد الأحمر وسجل الهدف الثاني إلى أهل اللعب محمود عبد المنعم كهربا قبل أن يقلص الفريقي مع الوداد البيضاوي المغربي عن طريق لعبه بوهراء وزعمت أنبانو ولد الحكم وعبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي يخذ انتخبات ممثل اتحاد شمال إفريقيا في المكتب التنفيذي للكاف التي سوف تجري يوم الثالث عشر من يوليو القادم إجراء شرس من الوداد المغربي ضد الأهلي وعد القي يحذر بشدة تواصل ودرة فريق الوداد المغربي تحضير بشكل قوي للقاء الناد الأهلي في جولة الإياب بنهاي دور أبطال أفريقيا وهي المواجلة من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل يوم الحد عشر من يونيو على مركب محمد الخامس وأكدت تقارير الصحفية مغربية عن أن تذاكر اللقاء شكت على النفاذ ويتبقى فقط خمسة ألف تذكرة قررت اللجنة المنظمة للقاء ترحهم خلال الأيام المقبلة وتحدثت تقارير عن وجود إقبال كبيرة من جانب الجماهير الوداد المغربية على البوابة الإلكترونية من أجل الحصول على التذاكر الخاصة بالمواجهة الصعبة ضد الناد الأهلي شاهد بالفيديو رئيس نادي الوداد ينتقد الناد الأهلي بسبب الاعتراض على الحكام حقق الفريق الأول كرة القدم بالناد الأهلي فوزا مهما على نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربية بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتقى الفريق الأول كرة القدم بالناد الأهلي أمام نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربية ضمن منافسات الذهاب نهاي بطولة دوري أبطال أفريقيا وقال مجد عبدالغني نجم الكرة المصرية السابق أن الناد الاهلي كان يستحق الفوز بشكل أكبر من ذلك أمام الوداد البيضاوي المغربي اليوم في ذهاب نهاي دور أبطال أفريقيا عاجل بيان عاجل من الكهف ضد الناد الاهلي بسبب الاعتراض على حكم مباراة الاهلي والوداد حقق الاهلي فوزا غير مطمئن على الوداد المغربي بهدفين لهدفه خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد باستد القاهرة واستحضور أكثر من خمسين ألف مشجع في ذهاب نهاي دور أبطال أفريقيا واستحوذ الاهلي على مجرية اللقاء على مدار تسعين دقيقة باستثناء بعض الفترات التي تسيد فيها الفريق المغنبي اللقاء وشكل فيها خطورة كبيرة على مرمى الاهلي وأنقذ مصطفى شبير أكثر من فرصات أهدف محققة وأهدر الاهلي أكثر من فرصة خطيرة عن طريق كهرباء والشاحات وتاو ولم ينجح في زيادة الغلة التهدفية في المقابل نجح الوداد في تزييل هدف آخر مسنود معلقا بكل تاكد هو مسنود ولو ما كانش مسنود ما ينفعش بأرئيس نادي وهو له علاقات واتصالات مع جهات ومؤسسات مثل ومثل الخطيب وأنا مش عادر أقاوب على السؤال من قوانب أخرى أول تعليق من محمود الخطيب على قرارات الكاف ضد النادي الأهلي هاجم العلامي عمرو أديب رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور ونجلي أحمد وأمير وقال أديب خلال برنامج الحكاية عبر فضائية MBC مصر مساء السبت إن نادي الزمالك أصبح صندوقا مغلقا ولا نعرف شيئا عنه متابعا مش عارفين حق عن الزمالك والنادي بقى صندوق مغلق في بيت مرتضى منصور ولاده النادي ما ينفعش يتساب كده وأضاف أنا نادي الزمالك في مهب الريح مشيرا إلى قضية شيكابالا ونادي سبورتي جلاشبونة والتي تهدد النادي بالإيقاف وأشار أديب إلى أنا نادي الزمالك وملك الدولة وليس ملك مرتضى وأبنائه متابعا كل شوي أقول لك أنا ماشي وشوف نادي الزمالك هيكل منين ليه هو أحنا بنأكل من بيت أبوك والنادي مش إلو داخله رعاية ومش ملك مرتضى وأبنائه زهيئنا بقد عايزين نعرف إيه الحكاية شاهد تصريحات محمود طهر عن انتقال رمضان صبحي رسميا إلى الأهلي ترددت أنباون بشأن رغبة رمضان صبحي لعب برامتزا في العودة إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ورغم عدم وجود ما يشير إلى نياتي للرحيل عن برامتزا إلا أن تقارير إعلامية مصرية كشفت رغبة رمضان صبحي في العودة إلى الأهلي والاعتذار للنادي بعدما رحل عنه قبل عامين واستحالة من الجدل وفي ظل التكهنات المثارة حول مصيره كشف إكرام الشاحات نجم الأهل السابق ووالد زوجة رمضان صبحي عما يدور في عقل لعب برامتزا وكيف يفكر بشأن مستقبله مع فريقه الحالية وقال سير رمضان صبحي في تصريحات لقناة MBC مصر ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول إبلاغ رمضان صبحي المقربين منه برغبته في العودة إلى الأهلي أو نياته إصدار بيان للاعتذار للنادي كذب وأضاف رمضان صبحي سعيد في برامتز ويشعر بالراحة في الوقت الحالي مع الفريق أما بالنسبة لي فقد كشفت أكثر من مرة أنني أتمنى عودته للأهلي مرة أخرى وارتبط اسم رمضان صبحي بالعودة إلى الأهلي بعد مباراة كأس السوبر المصرية كما انتشرت شائعات حول رغبته في الاعتذار عن عدم موافقة على العرض النادي قبل رحيل لصفوف برامتزا وذلك من أجل إرضاء مسؤولي الأهلي للعودة لصفوف الأخير بالموسم الجريدة وشارك صاحب 26 عام في مباراة فريقه أمام الأهلي بالسوبر المصري مؤخرا الذي حسمه المرد الأحمر بهدف التونسي على معلول في المباراة التي وقمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يذكر أن برامتزا لم يتوج بأي لقب منذ تأسيسه وهو ما استمر رغم تدعم صفوفه بأكثر من لعب على رأسهم رمضان صبحي أول تعليق من مرتضى منصور بعد خبر عودة رمضان صبحي إلى الأهلي وجه مرتضى منصور رئيسو نادي الزمالك الصابق رسالة النارية إلى حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وقال مرتضى خلال فيديو نشره على صفحتي عبر موقع تواصل اجتماعي فيسبوك النادي الأهلي هو اللي بيختار الحكام وعلى رأسهم أحمود البنى اللي بوز مباراة السوبر والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل تعمد حكم مباراة الأهلي والوداة ظلم النادي الأهلي لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي